عايزين نقول يعني كمان عجبني أحمد الجندي الحقيقة البطلنا يعني المهندس في الخماس الحديث ودي من أصعب الألعاب في العالم بيدرس هندسة وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب الشباب قال أوعدكم بعشرين تمانية وعشرين يعني هو جاب فاز في عشرين عشرين وعشرين أربع وعشرين وبيوعدنا بالنصر ويل كمان يا الزهبية إن شاء الله في عشرين تمانية وعشرين برافو برافو عليكم برافو على أسرتك برضو طلعت لنا بطل جميل بنحييكم هنا من الستيات معفوزش يجدب والحقيقة احنا فخرين يا إيمان بولادنا كما تيجي نسأل على مامة أحمد كمان يلا فين صورة مامة الله شفت الأمهات دايما في ظهر أولادها إزاي؟ لا لا يا الأم فعلا بسي بصنه إزاي يا مولد بسي نظرة صفة الرجولة والسند أيوة أصل الرجولة دي الرجولة صفة مش نوع صحيح واحنا ستتنا رجالة طبعا عايزة أعرف هي شجعته قد إيه ودعيت له قد إيه وسهرت تصلي طول الليلة علشانه بقالها 15 سنة بتودي تمرينات وبتأكل وبتصحي بدريه والتابع مذاكرة والتابع تمرين لأنه حبيب دخل هندسة يعني مش أصل الناجح بينجح في كل حاجة اللي مقرر في حياته أنه يكون إنسان ناجح بينجح في كل حاجة أصل نجح ده قرار ما ينفعش تلاقي حد نجح في حاجة وفشل في حاجة صحيح إيمان الأم معادلة النجاح لأي حد نجح في أي مجال هي كل حاجة بصراحة آه والله وهو بسم الله أطول منها طبعا أكيد في أبهات جمال فيه يعني فيه ساعات بيبقى الأب الوحد ويقوم من بدري ويساند ويودي ويعمل عشان يطلع أبطال فهي الرجولة فعلا زي ما قلنا صفة يعني ست أو راجل وراء الأبطال الجمال اللي مشرفيننا وبنحتفي بيهم طول الوقت وإن شاء الله يشرفونها كده يا أستاذ محمد هنا في السوديو يعني هم وأسارهم كمان وطبعا يعني صرحنا من أول الناس اللي توقعوا لها وهي كان عندها إصرار جميلة للبنت من شاء الله وكان عندها إصرار طولنا إن شاء الله هحقق ميدالية دهبية كان هنا معانا في البرنامج وممكن إحنا تكلمنا عن ده مبارح